من رمالة ينضم إلينا سيد جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد جهاد على شاشة الغد. الاحتلال يوصعت في الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى تحديدا. أطلق الرصاص منع المصلين من دخول المسجد واعتداءات على الناس. الإصابات وصلت بحسب الهلال الأحمر نحو 42 إصابة. أولا ما الذي يسعى إليه تحديدا لاحتلال وما الذي حققه بهذه الانتهاكات؟ أولا هو يحاول تقليل عدد المصلين الفلسطينيين في كل الأوقات. خاصة بعد مشاهدة الاحتلال الإسرائيلي وحكومته للعدد الكثيف من المسلمين أو من الفلسطينيين في المسجد الأقصى ليلة القدر. وهذا ما يليق بأيقونة المقدسات أو الأماكن المقدسة الفلسطينية والإسلامية. وبالتالي هي محاولة لمنع الفلسطينيين من التواجد أو الوجود في المسجد الأقصى أو في ساحاته. تأسيسا لاستمرار سياساته الحكومية أو الإسرائيلية التعسفية بالتقاسم الزماني. وصولا إلى التقاسم المكاني. والذي تجنب الفلسطينيون على مدار الثورة الفلسطينية أو منذ عام 48 اليوم الوصول إلى الصراع الديني. واضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول الوصول بسرعة للصراع الديني. وخاصة أن الحرم القدسي الشريف هو مكان يقدسه الفلسطينيون كما يقدسه المسلمون. وبالتالي استمرار الحكومة الإسرائيلية بسياساتها بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى. وقمع المصلين الموجودين في المسجد الأقصى. وأجراءاتها الأخرى حول البوابات وفي البلد القديمة للمدينة المقدسة. هذه جميعها في إطار السعي للحكومة الإسرائيلية للتقسيم الزماني والمكاني. إلا أن الفلسطينيون مستمرون بمحاولاتهم للوصول إلى المسجد الأقصى. خاصة أن أبناء الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة محرومون من الوصول. في شهر رمضان أو في أيام الجمعة في شهر رمضان. إسرائيل أو سلطات الاحتلال الإسرائيلية سمحت للذكور من فوق عمر خمسين عاما. أي بمعنى آخر إحداش في المئة من سكان الضفة الغربية مسموح لهم من الذكور الذهاب إلى مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى. فيما محروم جميع الفلسطينيين في قطاع غزة من النساء والرجال من الوصول إلى المسجد الأقصى. إلا النذر اليسير لمن يحملون تصريحا للوصول إلى الضفة الغربية. وبالتالي هي محاولات إسرائيلية لأولا عزل مدينة القدس. وإبقاء السيطرة تحت بند السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس. ومنع المصلي من الوصول إلى المسجد الأقصى أو إلى الحرم القدسي الشريط. لإستمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في سعيها. كما ذكرنا قبل قليل للوصول للتقسيم الزماني والمكين. يأتي السؤال المتكرر ليس فقط في الأسابيع. الأخيرة مع التصعيد في القدس المحتلة. ولكن حتى في السنوات الأخيرة. مخططات ممنهجة على هذا المستوى. هذه المخططات الإسرائيلية. كيف يمكن التصدي لها شعبيا ودوليا حتى؟ أولا على المستوى الدولي. هناك فضح للموارسات الإسرائيلية. وأن جميع المحاولات أو الماكنة الإعلامية الإسرائيلية والعلاقات العامة. التي حاولت أن تقول أنها تقدم تسهيلات لحرية الوصول للعبادة. شاهدها العالم. وأيضا المجتمع الدولي أدرك أن هذه الحكومة لا تسعى للوصول لحرية العبادة. أو وصول المسلمين والمسيحيين أيضا. للأماكن المقدسة في مدينة القدس. ومحاولتها السيطرة على الأماكن المقدسة ومدينة القدس. وحرمان المصلي من الوصول إلى أماكن العبادة. أولا ثانيا. هناك محاولة للسيطرة على المستوى الديني. للوصول إلى صراع الديني. أما على المستوى الشعبي. شهدنا الفلسطينيون سواء في أعراضي 48 والمقدسيين أيضا. بوجود أو تواجد كثيف في كل أيام رمضان. وفي كل الأيام عادة. لكن في شهر رمضان تزداد الوصول إلى المسجد الأقصى من قبل المصلين. والذين يحاولون الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الأقصى. التي يكتسب لحظة دينية. أي شهرا دينيا مميزا للمسلمين في المسجد الأقصى. انظروا على ما جرى في ليلة القدر. 250 ألف مصلي وصل إلى المسجد الأقصى. وأقام الصلاة ويعتكفوا في المسجد الأقصى. اليوم 160 ألف مصلي وصل إلى المسجد الأقصى. رغم جميع الإجراءات الإسرائيلية القمعية للحد من الوصول إلى المسجد الأقصى. رغم جميع الإجراءات على مدار هذا الشهر. تحديدا لقمع المصلين يوميا. وهذا بتأكيد يفتح الباب أمام تساؤلات عدة. إذا لم يكن هناك هذه الإجراءات لمنع المصلين الوصول إلى المسجد الأقصى. كم سيكون العدد في مثل هذه الأيام؟ أتحول معك إلى موقف وزارة الخارجية الفلسطينية. هي أدانت بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي. المسجد والاعتداء عن المصلين. ماذا بعد الإدانة سيد جهاد؟ يعني حتى موقف القيادة الفلسطينية لا يزال حتى الآن حبيسا في مربع الإدانات. كما يرى البعض. يعني المواقف السياسية تعبر عن تحركات سياسية أو ببيانات سياسية. ما قامت به وزارة الخارجية هو البيان. ومن ثم تحرك على المستوى الدولي. بمعنى رسائل إلى الأطراف الدولية المختلفة. نهيك عن التحرك الرئيسي. وهو اللقاء الثلاثي الذي جرى في القاهرة. بين الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكذلك ولي العهد الإماراتي. ومن ثم تبع ذلك لقاء فلسطينيا أردنيا على المستوى القمة. ما ناقش مسألة الحرم القدسي والوصاية الأردنية. وكيفية التخلص من الإجراءات الإسرائيلية. أو تقليل الإجراءات الإسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين. للوصول إلى المسجد العقصى. هذا التحرك سياسي. بالإضافة كما قلنا قبل قليل. طرح هذا للنقاش في مجلس الأمن. كما جرى خلال يومين الماضيين. والتركيز على حرية العبادة. والوصول إلى الأماكن المقدسة. هذا في ظني عمل السياسيين. لكن على المستوى الميداني. رأينا الأحزاب السياسية الفلسطينية الرئيسية. كم تحدثت عن ضرورة شد الرحال إلى المسجد العقصى. رأينا تحركا شعبيا واسعا. في أراضي 48 للوصول إلى المسجد العقصى. في أعداد كبيرة وغفيرة. وحب الفلسطينيين للوصول. رغم المخاطرة على حواجز الاحتلال الإسرائيلي. من شمال الضفة الغربية وجنوبها. الذين تمكنوا من الوصول. هذا في ظني جزء من المقاومة الفلسطينية. في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وإجراءاته في المدينة المقدسة. بالتأكيد. ولكن يجب أن يتوازم. هذه الجهود المبذولة على الأرض. الجهود الشعبية. حتى مواقف عربية ومواقف دولية. موقف الأردن تحدثت عنه سيد جهاد. وهو يسعى أيضا إلى دفع إسرائيل. لربما لاحترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى. ويسعى من ناحية أخرى لضغط أمريكي على إسرائيل. هل يمكن أن تنجح هذه الجهود الدبلوماسية. إذا كنا تحدث عن مخططات إسرائيلية ممنهجة. وماذا فيما يتعلق بالوضع القائم اليوم. هل الوضع قائم فعلا؟ لا. إسرائيل خرقت هذا الوضع القائم منذ عام 2000. في المسجد الأقصى. بالسماح للمسلوطنين بالوصول بشكل واسع وكبير للمسجد الأقصى. ولم تعد زيارات للأجانب. بل أصبحت هي زيارات تحت ولاية الشرطة الإسرائيلية وحمايتها للمسلوطنين. وبالتالي نزعت من الأوقاف الفلسطينية أو من الأوقاف في المسجد الأقصى. ومن حقها بمرافقة الأجانب وتنظيم زيارات الأجانب إلى المسجد الأقصى. نحن نطالب أو الفلسطينيون نطالبون وكذلك الأردنيون. يطالبون بما يسمى بالوضع الراهن أو الوستاتيكو. الذي هو مقر منذ عام 1852. بمعنى حرية العبادة وكذلك للمصلين كلهم في مكان عبادته. أي بمعنى في المقدسات التي تتبع لديانته. المسجد الأقصى هو وقف خالص للمسلمين. وبالتالي الحرية العبادة في المسجد الأقصى هي فقط للمسلمين. وفي كنيسة القيامة هو حق خالص للمسيحيين. في ظني أن كل الجهود على المستوى اللحظي. على المستوى الزماني الآني. ربما تنجح بتهدأ التوتر. لكن كما ذكرت حضرتك أن هناك سياسة إسرائيلية مستمرة. للتقسيم الزماني والمكاني. وبالتالي هذا يحتاج إلى جهد أكبر وأوسع. على المستوى الآني أو اللحظي. في ظني أن هذه الجهود قد تنجح في تخفيف التوتر. لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإبقاء سياساته في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس. بمجملها سيؤدي إلى مزيدا من التوتر. وربما إلى مواجهات أوسع في الفترة القادمة. وفي هذه النقطة تحديدا. هل ما يحدث من تطورات يمكن أن نفهم على أن مؤشرات لربما الانتفاضة ثالثة من وجهة نظرك؟ يعني التخوفات من الانزلاق مرة أخرى إلى صراع إسرائيلي فلسطيني. أوسع. هل يمكن أن تتضحرج الأمور إلى هذا التصعيد سيد جهاد؟ كل العوامل الكامنة تشير إلى موجة جديدة واسعة من المواجهة. هناك عوامل تتعلق بالمستقبل أي لا يوجد أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيل. وثانيا هناك استمرار للسياسات الإسرائيلية. خاصة فيما يتعلق بالاستيطان واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. ونهب ثروات الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثالثا هناك حصار إسرائيلي مشدد على قطاع غزة. ويحرم الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة من حرية الحركة. وكذلك من العيش الكريم. رابعا الإجراءات الإسرائيلية الموجودة في مدينة القدس. وهي تتنوع ولديها طيف واسع منها حرمان تهجير المقدسيين والتطهير العرقي. كما رأينا في العام الماضي محاولات في حي الشيخ جراح وفي سلوان. وهي سياسة مستمرة بالإضافة إلى هدم المنازل. ومنع الفلسطينيين من التوسع السكاني العمراني في مدينة القدس. ووضع شروط تعجزية ضد الفلسطينيين. وتتويجا ما يتعلق بالمسجد الأقصى وحرمان المسلمين والفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى. والاعتداءات المستمرة في المسجد الأقصى. هذه جميعها بالإضافة إلى الفشل أو غياب المستقبل لدى الشباب الفلسطينيين. ووجود بطالة عالية ووضع اقتصادي صعب لدى الفلسطينيين. والاحتلال بالأساس جميعها تؤدي إلى مواجهة. في الفترة الأخيرة في شهر رمضان الأخير هناك نقطتين محوريتين كانتا يمكن أن تفجر هذه المواجهة. وأن تصبح مواجهة واسعة قريبة إلى انتفاضة. ما يتعلق بالمسجد الأقصى وما شاهدناه من اعتداءات للمستوطنين. ومحاولات ذبح القرابين في المسجد الأقصى وقمع المصلين. كانت هذه ربما تكون لحظة فارقة. لكن محاولات متعددة. الضغط الأمريكي والأردني والعربي والأوروبي على الحكومة الإسرائيلية. قللت من إجراءاتها. ومنعت المستوطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى بشكل واسع. ومحاولاتهم تلح القرابين. وكذلك ما شاهدناه في مسيرة الأعلام. نعم هذه المحاولات من قبل المستوطنين. كانت فيها السابق ربما منعزلة. وأصبحت اليوم ممأسسة. حتى وإن منعت قوات الاحتلال لوصول المسيرات إلى المسجد الأقصى. سيد جهاد. طيب بهذه التطورات والتي نشهدها كل يوم في المسجد الأقصى. هذه الانتهكات. إذ أصبحت الخشية اليوم من أن تنجح إسرائيل في تغيير الوضع القائم. وفي أن تنجح في تحقيق أهدافها. إلى أي مدى يمكن القول بأنها ربما ستفشل بالنظر إلى هذا الكم. لأننا نتحدث عن 160 ألف أدو الصلاة اليوم. كيف تنظر لهذه المعادلة وهذه الأرقام؟ طيب. بس سمحتي لأكمل الفكرة التي كنت أتحدث فيها. كنا المدينة القدس كانت نقطة محورية. لربما تفجر الوضع. وكذلك محافظة جنين وخاصة مقيم جنين. لو كان هناك اجتياحا واسعا. وقتل عدد من المقاومين الفلسطينيين. ربما كانت أيضا ستؤدي لمواجهة واسعة. السياسات الإسرائيلية على مدار السنوات الطويلة. منذ عام 67 وهي هناك سياسات إسرائيلية متعددة. تتسارع أحيانا. أو تقف عاجزة في بعض الأحيان عن استمرار سياستها. شاهدنا في عام 2017 عندما أصر المقدسيون تحديدا من منع وجود بوابات إلكترونية. وكذلك ما يتعلق بمدينة القدس. هناك إرادة فلسطينية واسعة وعميقة وكبيرة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية. حتى الآن لم تستطع تنفيذ إجراءاتها. لو تمكنت سابقا لفعل ذلك. لقامت بتقسيم الحرم القدسي الشريف لناحيتين أو لجماعتين كما تريدها هي لليهود والمسلمين. لكن حتى الآن تفشل هذه السياسات. هذه الإجراءات أمام صمود وإرادة الفلسطينيين المسيحيين منهم والمسلمين. لأن هناك ما يعتبره الفلسطينيون أن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ليس خطة أحمر. بل هما جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. والحفاظ عليهما واستمرار تدفق المصلين إليهما. يعني قدرة الفلسطينيين على كسر السياسات الإسرائيلية. أما نجاح الحكومة الإسرائيلية أو فرض الحكومة الإسرائيلية لسياساتها في هذا بالوصول إلى التقسيم الزماني والمكاني. أو تحديداً للتقسيم المكاني. في ظني أنه سيفجر ليس فقط انتفاضة. بل صراعاً دينياً واسعاً بين المسلمين واليهود. وفي ظني أن هذا الأمر سيكون أكثر عمقاً أكثر دموية وعنفاً عما شهدنا من انتفاضات ضد الاحتلال الإسرائيلي. ومن عمليات مسلحة أو تفجيرية أو مواجهة شعبية مع الاحتلال الإسرائيلي.